يا صباح الخير والسعادة على كل المصريين اللي بيشوفون على شاشة التلفزيون المصري من خلال القناة الأولى والفضائي المصرية أهلا بحضرتكم في حلقة جديدة من صباح الخير يا مصر صباح الفل عليك يا شهر صباح الخير عليك يا بسانت وصباح الخير على كل مشاهدين في كل مكان أهلا بحضرتكم وحلقة جديدة من صباح الخير يا مصر شخصيتك بتتغير عبر الزمن شكلك بيتغير هو كمان لكن شكلك بيبقى ملحوظ التغير فيه إنما الشخصية مبقاش ملحوظة قوي لأن مش كل الناس بتعمل وقفات مع النفس كده وتشوف إيه سلوكها تغير في إيه شخصيتها اتغيرت في إيه اتأثرت بإيه من خلال المواقف اللي عاشتها في حياتها فبالتالي ده بينعكس على الشخصية بكل تأكيد الشخصية بتتغير مع مرور الزمن في دراسات كانت بتقول إن الشخصية الحد 30 سنة بتتكون بعد 30 سنة بتبقى في حالة من الجمود أو بتبقى شخصية جبس زي ما بيقولوا كده ما بتتغيرش لكن الدراسات اللي جات بعدها بتؤكد إن شخصية الإنسان بتتأثر بكل ما يمر بيها من أحداث وبتفضل شخصيته بتتغير طول ما هو عايش طول ما احنا عايشين بنتأثر من أهم العوامل اللي أثرت في حياتنا خلال العشرين سنة اللي فاتوا هو ظهور السوشيال ميديا السوشيال ميديا أثرت في شخصيات كتير جدا كان فيه شخص مثلا خجول بدأ يتكلم كان فيه شخص تاني ما عندوش ثقة في نفسه فلقى نفسه أكتر في هذا الواقع الافتراضي لكن بكل تأكيد لها تأثير مش بنتكلم طبعا عن تأثير السوشيال ميديا في حياتنا بشكل عام لإن طبعا إحنا عارفين إليها جوانب إيجابية زي ما دايما بنقول وجوانب سلبية الإيجابية أنك بتتواصل مع الناس في معلومات بتشارك مع الناس اهتماماتك ممكن تعلن عن حاجة ممكن تعمل حملة دعائية لأي حاجة دي من الجوانب الإيجابية للسوشيال ميديا لكن أنا بتكلم عن تأثير السوشيال ميديا في الشخصية نفسها بكل تأكيد الشخصياتنا كلها اتأثرت نتيجة دخول السوشيال ميديا سؤالنا بيقول هل السوشيال ميديا أثرت بشخصيتك وإزاي ده سؤالنا الموجود طبعا على صفحاتنا المختلفة ونبدأ مع بسانت نشوف أثرت فيها زي يعني بصها أقول لك على حاجة أنا مثلا ما كنتش الهوامش متكلمة ما فيش حاجة في شخصيتي نفسها كورة غيرت لكن خليني أقول أن هي يمكن بقت بتأثر على يومي يعني لو أنا عارفة أن أنا رايحة مكان لطيف لا هغير من لبسي وهغير من يعني الفكرة يعني إلا أنا هدخل أبص على المكان أعمل إزاي عشان أشوف لو هارفة تصور فيه صور حلوة مثلا ده تغيير على فكرة في الشخصية مش هتحك عليك وقول لك لا أنا ما تغيرتش ما غيرتش فيها كلنا تغيرنا من السوشيال ميديا كلنا بقينا عندنا نوع من أنواع شوية الاصطناعة خلينا بقى واضحين لأننا بقينا بنشوف أنه السوشيال ميديا الناس كلها عينها عليك ومركزة معاك وشايفك كويس قوي وغير التعليقات طبعا الكثير قوي اللي بتبقى ساعات سلبية فأنت عايز تتجنب الموضوع ده شوية الناس كلها بقت على الموبايل بتاعها حتى في دراسات قالت أنه الناس لما بتبتدي ما بتبصش كل شوية بقت خايفة ناتي بعد عن الموبايل فبقى في حاجة اسمها فومو أنهم خايفين يبعدوا عن الموبايل أو خايفين أنهم نوع فوبيا نوع من عنوار فوبيا فعلا او مين بعت لهم ايه ويفضلوا كل شوية بصين على الموبايل كلنا كده مش بقول أنه احنا ملايكة بقى وفي ناس وحشين هما لا كلنا للأسف بقينا الناس دي لكن أنا في الحقيقة بأخذ السوشيال ميديا بجد شوي يعني أنا واخد الموضوع ما بحزرش فيه فأنا بنقي الكونتينت أو المحتوى اللي هيوصلي بمعنى مثلا أنا فضلت سنين متابعة سوبر مادلز مثلا او ناس حياتهم مشاهير حياتهم بالنسبة لي اللي هو ايه متعقد فكتير قوي كنت بغضي سعى لنفسي هو أنا متأخرة في الحياة وانا في حاجة فايتاني هو أنا لما ما وصلتش في شغلي للحتة دي هل أنا مش نكحة هل أنا كده فشلة لو أنا ما تجوزتش أنا في حاجة نقصاني فمصدي النوع من الأسئلة دي اللي تجيب لك اكتئاب وتحسسك بعدم انجازك لأي حاجة حتى لو كنت منجز لحاجات تانية في حتة تانية سبحان الله يعني ربنا سبحانه وتعالى بيدي كل إنسان كل حاجة حسب توقيتها سوشال ميديا لو احنا مركزناش كويس قوي هي بناخد منها ايه المحتوى اللي بيوصل لنا هنزعل قوي وهنبقى بندايق نفسنا عشان كده عملت انفالو لكل حاجات دي على فكرة واخنا بنتكلم على الدراسات بيقولوا فعلا ان السيدات هم الاكثر تأثرا بما يحدث على سوشال ميديا من الحاجات اللي زي ما انت قلتها يعني احنا البنات برضو ماليش خيني اقولك على حاجة بقينة دلوقتي بنبص كل البنات بقيت عاملة عمليات تجميل فلترس تول الوقت فالصور قصلا مش حقيقة تيجي تشوفها في الحقيقة والله العظيم انا فاكرة يعني حد كده كنا في مكان بجد هي بنت رفيعة جدا ويعني بالمسترة والله العظيم تخينها واتشزعادي بس انا ليه تعملي الادت ده كله ده اللي بنقول عليه الشخصية الرقمية الناس كل الوقت بتبحث على شخصية رقمية معي ليه شخصيتك في الواقع وشخصيتك الرقمية انت في الواقع حاجة وفي تعاملاتك مع الناس حاجة وعلى السوشال ميديا حد تاني خالص واحنا بتتكلم عن تأثير السوشال ميديا على شخصياتنا في ناس دلوقتي بتحط الصور على السوشال ميديا منتظرة تشوف اللايكات ومنتظرة تشوف عدد الفيوز ومنتظر قرار تشوف التعليقات اللي جات لها على الصورة لو جات تعليقات قليلة على الصورة يبتدي شخصيته تهتز كده وثقته في نفسه تهتز ويتأثر لو جات كتير بيشبع حاجة عنده مفتقدها في الواقع لأنه هو مش لقي الكلام ده في الواقع فبيحاول يعوضه بالسوشيال ميديا عارفاكتو الكوميكي اللي كان بيقول كان يوميس وديوم المصرين أعرفوا ان السوشيال ميديا بتدخل فلوس في الناس بقى الناس تعمل أي حاجة في مقابل أنها تدخل فلوس من السوشيال ميديا بقينا منشوف محتوى وللأسف احنا اللي بنروج لهذا المحتوى بأن احنا شفناه على سبيل حتى حب الاستطلاع ده برضو مش هنقول انت عملت شير حتى لا على سبيل حب الاستطلاع أنك تدخل وتتفرج عليه وتدينه نسبة فيوز فهو يدخله فلوس فهو هيفضل مكمل في اللي هو بيعمله على كل في ناس السوشيال ميديا مأثرة في حياتهم بشكل كبير جدا وتحديدا في النقطة دي عنده استعداد يعمل أي حاجة واحنا شفنا قضايا كتير وبدأ التبنيابة تتحرك وبدأوا يمسكوا ناس من الفعل لا بتدخلوا حياة أطفال يا حرام والبيوت ما بقاش لها حرمة وابتدى الكاميرا تدخل في كل حتة وحتى بيبقى للأسف فيه ساعة كتير قوي بشوف بنات بيصوروا جدات كبار في السن هم مش فاهمين أنه هم بيتصوروا فمثلا ممكن تبقى قاعدة براحيتها شعرها منكو شوية كيف فاكرة أنه الموضوع ده مخفيف لكن أكيد لو الجدة دي واخد بالها كويسة قوي حفيدتها بتعمل إيه مش تبقى مبسوطة أنت السوشيال ميديا أثرت في حياتك إزاي؟ أثرت في حياتي أن أنا فعلا بقيت ماسك الموبايل بتابع السوشيال ميديا بدخل على المنصات كلها طبعا مش بدور بقى على الفلوس والكلام ده كله لكن أنا موجود لكن عندي لمت مش كل حاجة بالمناسبة بقت متاحة على السوشيال ميديا يعني حياة الشخصية هي مزالة حياة الشخصية في حاجات معينة لأنا ممكن أشارك بيها بعض الأصدقاء حاجات بسيطة جدا زي ما بنقول كده الحاجة اللي أنا عايزهم هم يعرفوها لكن في ناس بتحط حياتها بتبقى حياتها كلها على المشاعة يعني في ناس مثلا بالنسبة للمشاهير فإحنا عارفين أن المشاهير شخصيات عامة والناس تحب تعرف عنهم كل حاجة إنما في ناس عادية دلوقتي حياتهم على المشاعة أنا مثلا عارف أولادهم عارف مين تأب منهم مين كان في المشتشفى لا بس حتى على فكرة المشاهير أنا النهاردة بقيت بشوف إنه في حاجات عائلية جدا جدا بتطلق يعني إحنا عادنا سنين ما نعرفش مثلا شوي كاروف وقدر مهندس تطلقوا ليه السنين إحنا لغاية النهاردة ما نعرفش على فكرة الاتنين ما طلعوشوا تكلموا لغاية بعد سنين من طلقهم بوسي ونور الشريف ناس كتيرة جدا جدا لما نفصل ومحدش كان عارف عنه بحاجة النهاردة أول ما واحد ينفصل عن واحدة يعني العالم كله بتكلم عن الموضوع هما الاتنين بتطلعوا يتكلموا عن الموضوع الأسرار البيوت بقت بتطلع فدي يمكن من مساوئ السوشيال ميديا للأسف لكن خليني كمان أقول بس على حاجة تانية عشان ما نبقاش مش عايشين في واقع يعني إنه في حاجات كويسة للسوشيال ميديا واللي هي لو أنت عندك نوع من أنواع أي نوع من أنواع أنت رائد أعمال في حاجة معينة بيزنس معين عايز تماركت لي أو تسوق لي فالسوشيال ميديا هي مكان حلو قوي فأنا زي ما قلت لحضراتكم من شوية عملت أنفول كل البيتجس اللي أنا كنت بشوف فيها الحياة مش حقيقية القصص الحب الكتير قوي اللي بتظهر لأن لو في حد بيحب حد هو بجد مش هيورينا هيخف على الحاجة الحلوة دي وهيخبيها لو حد ناجح قوي في حاجة مش هيقول لنا بصوا لبسي غالي إزاي بصوا الفلوس اللي معايا عاملة إزاي لا ما فيش حد فعلا غني بيعمل كده فأنا عملت أنفولو لكل الناس دي وعملت أنفولو بقى لبيتجس تانية خالص اللي هي بتعلم بتدي معلومة إزاي تستسمر مثلا فلوسك إيه الحاجة الكويسة دلوقتي أنت تريد تفكيرك تغيرها إزاي التفكير الكريتكل ده أو اللي هو مشغول بيها وإحنا مشغولين بمين ينفصل عن مين لا مش دي الحاجة المهمة إحنا لازم نعرف العالم بيحصل فيه إيه حتى مواقع الأخبار اللي بتنقل الأخبار أول باول دي من الحاجات برضو اللي أنا متابعيها أنت إيه أكتر دي على فكرة من ويزات السوشيال ميديا أنك مش فقط للتواصل بس بقيت منصات فعلا نعرف من علاج الأخبار بس أنا عايزة علقة على حاجة أنت قلتيها مهمة قوي أن أنت لفترة من الفترات كنتي عاملة فولو للبيتجس اللي أسرت في شخصيتك وقتلت الرضا عندك فأنتي أعادت يبقى عندك حلم من التطلع هي شعرة صغيرة بالمناسبة ما بين أن أنا أشوف حد فيحفزني أن أنا أحاول أعلى في شغلي وأعلى في مكانتي وما بين أن أنا أشوفه وأقول لا معقول إزاي أنا موصلتش للمكانة دي لحد دلوقتي ده بيعتمد على ثقة الإنسان في نفسه وتقديره لزيته هو عارف هو واقف صحه ولا لا هو عارف هو ماشي صحه ولا لا أم خطط صح الحياة ولا لا لو مش عارف كل هذه الأمور هيمشي وراء هذه الشخصية ويحاول يوصل يعني أو يتداي أنه ما وصلش لللي وصلت لي هذه الشخصية فده بيأثر طبعا بشكل سلبي جدا وبيقتل الرضا عند الناس عايزة أسألك سؤال فيه ساعة كثيرة بيلاقي بيجوز كده عارف اللي هو إيه أنا ناجح جدا أنا شاطر جدا أنا طول الوقت إيجابي جدا يعني عارف اللي هو وتلاقيه دايما اللي هو إيه بيقنبك لو أنت مش ناجح ليه يعني قلت ليه عادك أنا بقى تعرف الشخص ده بقى لما بيطلع عنه خبر سلبي بيضمر كل اللي أقدمه خلال الفترة اللي فاتت من كلام أنا ناجح جدا أنا أجمد واحد وأنا أشتر واحد وأنا ليه لأن كل شخصية كل إنسان عنده الجانبين عنده الخير وعنده الشر عنده الحاجات الكويسة اللي بيعملها وعنده الحاجات الوحشة اللي بيعملها بس إحنا ما بنظهرش على السوشال ميديا غير الحاجات الحلوة بس حقيقي حقيقي كلنا كده كلنا يريدين نظهر أحسن حاجة فينا لكن هو الفكرة كلها أن يمكن دلوقتي حتى مواقع التواصل الاجتماعي يبتدى يبع عندها وعي بالصحة النفسية لمستخدميها وابتدى حتى يخبوا اللايكس ويخبوا الكومنت أنت عندك دلوقتي خاصية أن أنت تخبي اللايكس على أي بوست وتخبي الكومنت عشان لو الناس اللي طول الوقت عايزة مليون لايك ولا مش عارفة كام ألف والحاجات ذي كلها لو ما جات لكش خاصة أنت حاطة صورة عجبك على كل حال أنا شايف أن مواقع التواصل الاجتماعي هي زي يعني سبب وجودها في الأول هي أنك تشارك الناس بصور لطيفة من مكان لطيف لكن لا يجب الله أن تذهب كل حتة أزاي أو أنا متواجدة في كل أنا ونصحي من النوم وبعدين أنا قاعد بفتر وبعدين أول ما نزلت رايح الشغل وأنا في العربية بتاعتي وبعد شوية بعد ما وصلت الشغل وبعدين بعد ما روحت وبعدين اتغديت وبعدين نمت وبعدين خرجت بالليل فبلاقي نفسي عايش معي أصلا وما أعتقدش أن هذا غلط طبعا لأنني كده عرفت كل تفاصيل حياته وعرفت هو بيروح فين وبيجي منين وعرفت أولاده وعرفت زوجته وعرفت كل تفاصيل حياته الشخصية ودي اسمها حياة شخصية يعني المفروض أن هي بتاعت الشخص بس حقيقة حقيقة طيب على كل ده سؤالنا الموجودة على صفحاتنا المختلفة على السوشيل ميديا هل السوشيل ميديا أثرت في شخصيتك ولا لا ده سؤالنا الموجود في انتظار إجاباتكم وتعليقاتكم عشان نستعرضها خلال حلقتنا النهاردة بنصبح لحضراتكم مرة تانية أهلا بيكم وحلقة جديدة من صباح الخير يا مصر